هو جيل عاش يمكن فترات نجاح كبيرة جدا وعندهم من الخبرات اللي قدروا ينلوهنا في المرحلة دي عشان الصورة تبقى أوضح قدام الجمهور كابتن محمد حشيش بيشرفنا النهاردة في السادسة مساخيرة كابتن محمد منور الدنيا أبتدي من مطش بارح أبتدي من مرحلة سوارش عموما يعني لأنه كمان الرجل الحقيقة يمكن هو الحقيقة يمكن أي مدير فني للنادي الأهلي سواء بينجح أو سواء فيه إخفاقات سواء الناس راضية أو سواء الناس مش راضية بيتعرض لهجوم شديد جدا أنا أسف على المقارنة بس مثلا أحد زي جيزوالد وفريرا وأنا من الحقيقة بشوفه بموديل الفنيين الأكفاء بشوفه بموديل الفني كويس حالة الزهو وحالة الإعجاب الشديدة جدا بفريرا مع إنجازاته أنا أسف عفوا المحلية لا تقارن أبدا بحد زي موسيماني تعرض لوابل من الهجوم المنظم طول فترة توليل البسئولية واحدة من العلامات للسفامة اللي ما بفهمهاش الحقيقة في نفس الوقت برضو طالما قلت موسيماني موسيماني كان جاي برضو في نص الموسم مظبوط وكان جاي على الدور قبل النهائي بطولة أفريقيا طبعا بالزبط كده فبرضو جاي في ظروف صعبة جدا واكتازها على أكمل وجهه وكمل وكده وكسب نفس الوقت يعني رغم الإنجازات الكبيرة وكان بتعرض الانتقادات لغاية آخر اللحظة غير عادية فعشان كده الوضع الطبيعي بالنسبة لسوارش الانتقادات لأن الراجل يعني بصراحة جاي يعني أنا أنا على وجه الخصوص عزره جدا ومش فق عليه لأنه جاي في وقت صعب جدا قوامل فريق الأساسي بتاع النادي الأهلي والنجوم والنجوم منتخب مصر كلهم واختين أجازات والراجل بيلعب بتشكيلة من اللعيبة ما بين ناس مكانت ما بتلعبش ناس خارجة من إصابات ناشئين صغيرين كل ده هو لسه مش عارف الطبيعة بتاعة النادي مش عارف طبيعة الدور المصري مش عارف حاجات كتيرة مش عارف أسماء لعيبة ودخل فيه معترك كبير جدا جدا وظروف صعبة وبعدين ابتدى مع المتشاط اللي هي ما فيش فرصة انك تتنفس لا تقبل القسمة على اتنين لازم مكسب فالحقيقة كان ظروف صعبة جدا وكانت يعني وانا زلت طبعا بقول انه هو يعني لسه محدش يقدر يعني يحكم عليه لان انا بزعل قوم الناس تقول لك الراجل ده والمدرب ده واصل الله يا ليق بالنادي الأهلي وانه كذا وانه كذا وانه كذا يا جماعة ما تحكموش على الراجل ده يعني الراجل ده لسه زي ما قلنا بالقصة ظلم نفسه انه استلم في التوقيت ده يعني كان الأفضل انه يبصه يتابع من بعيد لبعيد ولا كان أمر إيجابي يحسب له انه ياخد يخش في وسط المعركة زي ما بيقوله كده وياخد المخاطرة ويمر بالظروف اللي حالك كلمت عليه هو طبعا اي حد يعني يتعرض عليه انه يدرب النادي الأهلي بتاريخ النادي الأهلي وبجمهور النادي الأهلي وبانجازات النادي الأهلي وبالبطولات والتاريخ والحاجات دي ما يقدرش يرفض يعني كان ممكن في جميع الأحوال كان ممكن يوافق يبدأ لهم المسم انا هكتفي بدور المشاهد والمتابع من بعيد كده وقدر أعمل عملية التقييم واشوف احتياجاتي واشوف امكانياتي اللي موجود وسلمني بقى في فترة الاعداد راحة سلبية وفترة اعداد أحضر بنفسي أخد وقتي أخط فكري أخط بصمتي واشوف شغلي من المسم الجديد كان ممكن يبقى ممكن يبقى العرض كان متوقف على الحتة دي ان هو يجي يمسك على طول يشتغل على طوز فممكن لو كان رفض أو قال أستنى للمسم الجديد أو كده ممكن فرصة تضيع منه فكل واحد يبقى عنده الحسابات ويا إما الحساباته وتفكيره وديه لطريق كويس يا إما الحسابات بتيجي النحية التانية وبتحكم عليه زال زال مقف اللي هو فيه اللي يحسد عليه اشتركوا في القناة